مرحبا بكم إلى تكملة أو مراجعة للتأكد من أن تقرأوا الكلمات بشكل صحيح أنا مش ناسيكم وعارف أن الكثير من الطلاب يقول يا أستاذ مراد ما زلنا نحتاج تقوية للقراءة والحروف اللي أخذناها منك جيدة ولكن ما زلنا نحتاج أن نتدرب بشكل أكثر إذن الدرس الآن هو أدربك بشكل أكثر على القراءة وكيف تنطق الكلمات بشكل صحيح والأمر بسيط ركزوا معايا أنا كما تلاحظون أخترت بعض الحروف مثل الـ M والـ S والـ T والـ Q وأيضاً الـ R والـ W والـ F والـ L وحاول أوريك أو أعرض لك كيف أن الحرف هذا مثلاً مثل الـ F كيف يكون مفتوح ومكسور ومضموم وهذا الموضوع تحدثنا عليه ولكن ما زلت أنا سأركز عليه لأن أنا أشعر وأعرف من خبرة طويلة أن الطلاب ما يزالوا يحتاجون لمثل هذه الدروس فهذه يعتبر كمراجعة نتأكد فيها أنك أنت فهمت واللي أيضاً يحتاج أن يقوي نفسه ويشاهد معي الآن لو نظرنا إلى الحرف M حرف M نحن تحدثنا أن حرف M هو ما يعادل في اللغة العربية مثل الميم هذا إذا أردنا أن نسهل الموضوع عليكم طيب إحنا هنلاحظ أنه بعد الـ M في هذه الكلمة فيه E وهنا فيه I وهنا فيه O وهنا فيه U فهذه هي التدريبات التي أحاول أن أوصلها لكم ركز معي F بعدها A و E و O و U الـ L بعدها A و E و O و U هي هذه الحروف التي تجدون إشكالية عندما تقرأون أو تنطقون الكلمة طيب فيه ملاحظة بسيطة قبل أن أبدأ الدرس للطلاب الذين هم من الصفر من الصفر هؤلاء الناس عندما تقول له يقرأ لي الكلمة مثلاً هذه يقول F A T أنا لم أطلب منك أن تقرأ الحروف أنا طلبت منك أن تقرأ كلمة أنت طريقتك أن تقول F A T هذه أنت بتقرأ الحروف أنا لم أطلب منك أن تقرأ الحروف طبعاً هذه الطلاب هم من الصفر من الصفر من الصفر نعم واجهت كثير من الطلاب بالذات اللي هم لا عندهم أي خلفية في اللغة الإنجليزية لذلك هذا المقطع قد ترسله لوالدك لأخوك لصديقك لابنك جداً هيفيده هذه الطريقة التي قرأتها ف اي تي أنا أجوب على هذا الطالب وأقول له اقرأ لي هذه الكلمة يقول محمد فأنا أطلب منه لماذا أنت لم تقل ميم حاء ميم دال لماذا قلت محمد نفس القصة في اللغة الإنجليزية أنت لا تقرأ الحروف مفرقة ولكن انزل الاف كأنه فاء باللغة العربية والا كأنه ألف والتي كأنه تاء فتصبح فاء ألف تاء فات لو كتبتها فألف تاء أنا لا أحب أن أتبع هذه الطريقة ولا أستمر فيها ولكن هي لإنقاذ الطلاب المبتدئين من الصفر إذن ركز معي للطلاب اللي تكلموا أو يعني عندهم مشكلة في أنه يعني يا سيد مراد أنت بتشرح برضو أنا مش فاهم يعني أنا لو طلبت مني أن أقرأ هذه الكلمة أو هذه الكلمة سأقول إس آي إن أنت طلبت مني أحفظ الحروف أنا أحفظتها فلو تطلب مني أقرأ الكلمة إس آي إن وهذا طبعا خطأ يعني نفس القصة يعني لماذا أنت يعني تهجيت الحروف المفروض أنك تنزل الإس سين ثم تنزل الآي إلى ياء ثم تنزل الآن إلى نون فتصبح سين ياء نون سين سين وعلى هذا الحال هذه الملاحظة التي أردت أن أوضحها لكثير من الطلاب لم يسعني الوقت في الفيديو السابق أن أشرحها الآن خلونا نرجع إلى موضوعنا أنت الآن عندك هذا الحرف M سندرسه إذا بعده E وبعده I وبعده O وبعده U طبعا من المفروض أنه سيكون الإي هي كسرة فالمفروض أن تكون الام إذا جاء بعدها E ماذا تكون هل أحد يعرف مي مي طيب وإذا جاء بعدها I أيضا مي وإذا جاء بعدها O ستصبح مضمومة مو مو وإذا جاء بعدها U قريبا إلى الضماء أو الفتحة طيب خلونا نلاحظ في هذه الكلمة مين مين وهذا تعني الرجال مان رجل مان رجل وجمعها مين هذه الجمعة الشاب مين رجال هم شيء هنا ركز معي عن نطق ميم كسرة أنا كسرت بعد الميم مين طيب وهنا مي 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 يا أستاذ مراد فيه س أنا قلت أنه أي حرفين في الإنجليز ينطق حرف واحد يعني لا تقول مي لا مي خلاص هو كأنه حرف واحد الس الت الس الس أي حرفين نطقهم كأنهم أمامك حرف واحد اتفقنا هنا مي مي وهو يشتاق عندما يقول أنا أشتاقي لي مي مي مين مي ركز معي مون ميم واو مون القمر مون يعني أنت استفيد اليوم من النطق وكلمات جديدة لك طيب هنا الموسيقى مي ميم بعدين يو مش هذا حرف اليو طيب مي 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 زيك مي زيك مي 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 إذن من مس مون مي مي ركزت كيف أتغير نطق الام على حسب ما يأتي بعده ونفس الطريقة سندرس الار هذه الكلمة سأعطيك فرصة أن تحاول أن تقرأها الذاكرة التي تكون في جهاز الكمبيوتر أو في جوالك يسموها ماذا را الف رام رام الذاكرة والإيجار هنا مفتوح هنا مكسور لأننا قلنا الإي كسرة رند رند وهذه الغرفة مضمومة روم روم وهنا يجري را رن اليو طبعا له صوتين اللي يستغرب أنه هنا نطقنا ميو وهنا را له صوتين يعني إما يكون يو كما هو يو مي يو وإما أن يكون مثل الفتحة رن رن هو له هذا الصوتين يعني تمام يعني لا تخربط نفسك وتقول لا أنا هنا تقتها أنت بشكل ولا بشكل صحيح هي الآن لها صوتين نفس الموضوع في الإس سأطلب منك الآن أن تقرأ هذه الكلمة وهي تعني الرمال ها كيف استقرأها ساند ساند سين ألف نون دال إيش أصبحت ساند واضحة هنا تغيرت فقط الأيد حولت إلى وهذا في الجوال عندك عندما تقول الإرسال يرسل سيند شوف هنا ساند هنا سيند سيند طيب وهنا مضموم الأس بعد واو سورت سورت والنوع النوع هنا بعد الآي أنا قلت لكم أن الآي هو يا فتصبح سين سين وهي معناتها مش السين لا هنا معناتها الخطيئة الإثم أو الخطيئة سين إذن ساند سين سورت سين واضحا ننتقل إلى الدباليو الدباليو هو واو كما نعرف فإذا أخذنا مفتوح تصبح وار وار واو ألف را وار الحرب الحرب الله يجير أنا مياه منها وار لكن هنا في كسرة وينت وينت ذهب ماضي وينت الفوز عندما يفوز شخص يقول وين وين يعني الـ كسرة والآي أيضا كسرة أو مكسور مثل اليا وين الصوف كيف نقوله وو واو يعني وين ما تحطهم شنت لا هو واو واو فهو واحد واو لام تصبح وو وو إذن وار حرب وين ذهب وين يفوز وو الصوف الصوف حرف تي أيضا إذا حاولنا أن نتدرب عليه الشخص اللي اسمه مثلا طلال كيف تكتبها تا لال تا لال شوف ركز تا تا لكن هذه تو توم سيد توم أو تن رقم عشرة عندما تقول رقم عشرة تن إذن تا تو تي ركزته أنا الآن بساعدك أنك تتقوى في القراءة عشان لا تقف أمامك أي معوقات لقراءة أي كلمة وهو هنا أيضا كسرة تن تن وهنا تي تي يوم الثلاثاء تي 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 إذا شوف هنا كيف مكسور وهنا مضموم وهنا مفتوح وهنا مع اليو تي مش أنا أخبرتك أن اليو ممكن يكون يو أو قد يكون فتحة هؤلاء الصوتين يعني لا يخربطك اليو ننتقل إلى الإف مفتوح فات سمين مكسور فت مضموم فول فول مش الفول اللي بناكله لا فول يعني الأهبل أو الغبي مش عارف من الفول ولا لا بس هو بس معناتها كده فول فن قال التسلية أو المتعة ف ف مش أخبرتك أن اليو إما يكون يو كما هو أو مثل الفتحة ركزونا فن رن لكن هنا ميو وهنا تيو إذن إما اليو كما أخبرتك إما يكون يو كما هو أينما تجده وإما يكون فتحة ننتقل إلى الكيو حرف الكيو لابد أن تعرف معلومة أنه دائما يأتي بعد يو خلاص أنت هذه اعتبنتها يعني كل كلمات اللغة الإنجليزية اللي في القاموس ستجد أنه كل الكلمات كيو بعد يو دائما طيب مثلا عندك الملكة كوين كوين فعندك مكسور على طول كوين هنا الربع كواء هنا كوي كسرة هنا كواء مفتوحة يعني الكيوم مكسور والكيوم مفتوح كوارتر الربع كوارتر كوارتر مكسور أيضا كوز كوز اللي هو الامتحانة واللغز اللي يقول لك واحد أنا أعطيكم الأستاذ يقول لك عندنا كوز عندنا اختبار الجودة كواء أيضا مفتوحة كواليتي 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 آخر شي عندنا ال مفتوح ل ل large large مفتوح مكسور الال لج الساق لج الطويل لونغ إذن أخذنا مضموم الال مفتوح مكسور مضموم لونغ واللغ اللي مع اليو كما أخبرتك ممكن تكون مثل الفتحة لك لك والسي كي دائما تعود أن تنطقها كي هذه معلومة جديدة وأخيرة أتمنى يكون المقطع أفادكم وتتدربوا أنتوا أيضا أنا ممكن أترك لك فرصة انظر إلى الصبورة وابدأ أنت أوقف الفيديو وتدرب على إعادة نطق الكلمات منغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ونت، ون، وول، تلال، توم، تن، تن، تُوزده، فات، فت، فول، فن، كوين، كوارتر، كوز، كواليتي، لارج، لغ، 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 أعتقد كذا كفاية، تفرج إنتهي إلى المقطع وتدرب مع نفسك، هترك لك إياه، تفرج وتدرب على نطق الكلمات، توقف الشاشة، وتمنى لكم التوفيق، لا تنسوا الاشتراك، وشير مع زميلك يستفيد منه بالذات طلاب المدارس بيعانوا